محمد أهلا بك محمد إذا كانت هناك تصريحات لأمين العام للأمم المتحدة إذا تكرمت أجمل لنا هذه التصريحات بداية نعم تحيتي لك عبد الرحمن يعني أنتونيو جوتيريش تحدث عن العديد من النقاط فيما يخص الوضع القائم حاليا في قطاع غزة وأيضا أهمية دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع جوتيريش أشار في حديثه إلى أهمية دخول تلك المساعدات بشكل سريع وبشكل مستدام وأشار أيضا إلى أنه حتى بعد الاتفاق على دخول المساعدات لقطاع غزة لكن هناك شروط تعيق دخول تلك المساعدات ولابد من تقليص تلك الشروط لإنهاء أو الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية المتوقفة جوتيريش أشار إلى أن تلك البوابة بوابة معبر رفح من الجانب المصري ومن الجانب الفلسطيني يوجد خلفها مليوني مواطن يعانون من قلة الغذاء والماء والكهرباء ومن المواد الأساسية للمعيشة وأشار إلى أن الفلسطينيون يعاقبون مرتين مرة بالحرب ومرة أخرى بمنع دخول تلك المساعدات إليهم هذه البوابة التي تشاهدها عبد الرحمن هي بوابة معبر رفح من الجانب المصري ما بين البوابة الدخول وبوابة الخروج وعلى بعد أمطار قليلة من تلك البوابة هناك ستنقل لكم الصورة الشاحنات المتوقفة منذ ثلاثة أيام أمام معبر رفح البري تنتظر المرور لقطاع غزة نتحدث في محيط معبر رفح البري كما تشاهد الآن هناك نحو ثلاثة وخمسين شاحنة من المساعدات المختلفة تقف أمامك الآن وفي المحيط الخارجي لمعبر رفح البري هناك العشرات من المشاحنات الأخرى ومن بينها أيضا المساعدات الدولية التي كانت تصل إلى مطار العريش على مدار الأيام الماضية بحسب الإعلان من الرئيس الأمريكي جو بايدر فإن هناك دفعة أولى نحو عشرين سيارة ستدخل إلى القطاع لكن حتى هذه اللحظة عبد الرحمن لم يتم الإعلان بشكل رسمي أو التأكيد على موعد رسمي لنفاذ تلك الشاحنات إلى معبر رفح البري كان هناك إصلاحات قائمة منذ الصباح تقوم بها الجهات المسؤولة وقوات الجيش المصري لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي تضرر جراء عمليات القصف زيارة جوتيريش اليوم هي زيارة في إطار الدعم معك للشاحنات الممتدة أمام معبر رفح شكرا جزيلا لك مراسل الشرق محمد الخولي من أمام معبر رفح على الجانب المصري